اشتركوا في القناة الذي يأتيكم كل يوم ثلاثاء في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت دولة الامارات العربية المتحدة مشاهدين نستقبل استفساراتكم واسئلتكم عبر ارقام هواتف التي ستظهر اسفل الشاشة اتباعا وينوه بين البرنامج لا يشخص الحالات ولا يصف الادوية وانما يقدم استشارات مبدئية مشاهدين تتعدد مشكلات البصر عند الاطفال وتتنوع في اسبابها واعراضها الا ان مؤشراتها غالبا ما تكون غير واضحة ومن ابرزها الكسل البصري الناجم عن قلة التنبيه العين في مرحة طفولة الذي تنجم عن التأخر في علاجه مضاعفات صحية نتعرف معنا من خلال حلقتنا لهذا اليوم على اسباب الكسل البصري وطرق علاجه دعونا ننتقل بداية للتقرير التعريفي الذي أعده لنا الزميل محمد الياسي حول هذا الموضوع ومن ثم لنا عودة ابقوا معنا الكسل البصري هو حالة تصيب العين في مرحلة تطور النظر حيث تبقد العين القدرة على الرؤية الطبيعية حتى مع ارتداء النظارات او العدسات اللاسقة وغالبا ما يبدأ في مرحلة الطفولة المبكرة وفي معظم الحالات يكون التأثر في عين واحدة فقط مع وجود حالات يكون التأثر في كلتا العينين ينصح بان يتم اختبار النظر عند الاطفال قبل او عند اربع سنوات من العمر بواسطة طبيب العيون وفي بعض الاحيان مثل وجود حالات سابقة بالعائلة مصاب بحاول في احدى العينين او المياه البيضاء او الزرقاء فانه ينصح باختبار النظر بشكل دوري للاطفال تختلف اسباب الكسل البصري ولكن اهمها هو الحاول والتركيز غير المتكافئ او العيوب الانكسارية مثل قصر النظر او طول النظر او اللابؤرية وارتخاء الجفون والانحراف وبصفة عامة فان اي عامل يعيق تركيز صورة واضحة داخل العين يمكن ان يؤدي الى اصابة عين الطفل بالكسل يصيب الكسل البصري حوالي اثنين لكل مئة مولود جديد وخصوصا عند الاطفال الذين يولدون ولادة مبكرة وتختلف اساليب علاجها باختلاف الاسباب حياكم الله مشاهدين مجددا في البداية دعونا تعرف على اسباب الكسل البصري مع الدكتور ياسر الهبراوي خصائي امراض وجراحة العيون وازتاد فاحص بالكلية الملكية وزميل الكلية الملكية للجراحين حياك الله معنا دكتور مساء الخير حياك الله دكتور بداية نتعرف على كسل العين سبب التسمية بكسل العين كسل العين هو الحالة التي تكون فيها احدى العينين غير قادرة على الرؤية ولو وضعنا النظارات المناسبة بمعنى اخر زرنا طبيب العيون اكتشفنا انه هالعين فيها قصر نظر او مد بصر او لا بؤرية الى اخره ووضعنا النظارات المناسبة وما قدرت احدى العينين تشوف رؤية كاملة ستة من ستة او عشرين من عشرين وهكذا هاي حالة مع سلامة العين من الامراض الاخرى بمعنى اخر العين اللي فيها مياه بيضاء قبل كل شيء منشيل المياه البيضاء بعدها منقرر اذا فيها كسى الوظيفة ولا لا يجب ان تكون اوساط العين سليمة تماما القرنية سليمة العدسة سليمة الشبكية سليمة ورغم ذلك العين غير قادرة على الرؤية الصحيحة بها الحالة ممكن نسمي كسى الوظيفة هل هذا يصيب العين ولا لها ايضا علاقة بالدماغ هل هناك وصلة عمليا الذي يرى هو الدماغ وليس العين العين مجرد اداة كاميرا تنقل الصورة الى الدماغ الدماغ يفسر الصورة وبناء على ذلك يقرر هل هذه الصورة صحيحة ولا لا هل هذه داخل ضمن مخزون الدماغ يتعرف على الاشياء وهكذا فإذا كانت احدى الصور غير واضحة فالدماغ بالتدريج سيرفض الصورة الاتية من العين السيئة وتحصل حالة الكسى الوظيفة فإذا هي مشكلة دماغية عمليا وليست مشكلة عينية إذا العلاج يكون للعين وليس لمنبع المشكلة ويمكن له الدماغ هل التصر يكون في الدماغ ولا في العين لا العلاج يكون للدماغ بمعنى آخر نحن لما نجبر الدماغ على استعمال العين الكسولة فالدماغ هو الذي يتحسن الدماغ هو الذي يستقبل الإشارات الاتية من هذه العين السيئة نسبيا والدماغ هو الذي يتعلم أن يرى بهذه العين كسل العين دكتور هل فقط عند الأطفال ولا يمكن أن يصيب الأشخاص في سن أيضا متأخرة التعريف الكسل الوظيفة أو اللايزي آي أو التعريف العلمي أمبليوبيا يصيب فقط الأطفال فقط فقط أما هذا الطفل كبر وتبقى العين كسولة أما لا يمكن أن يصيب كسل العين شخص بالغ كانت عينه عما تشوف مزبوط في السابق نعم يعني أنا وأنت هلأ مستحيل يصير عنا كسل إلا ده كان فينا كسل عين من من السابق من السابق طبعا كل شيء تعلمته العين وتعلمه الدماغ من ناحية الإبصار بعد سن 13 سنة لن يفقد هذه الرؤية نعم إلا إذا حصل مشاكل في العين انفصال شبكية لا سمح الله أو ارتفاع ضغط أو مشاكل أخرى هذا بحث آخر أما أي شيء يتعلمه الدماغ عبر الرؤية يبقى بعد سن 13 سنة نعم الآن جسم الإنسان أو الطفل ينمو ويكبر هل الإبصار أيضا ينمو في جسم الإنسان أو عند الإنسان تتغير كمية الرؤية حسب المرحلة العمرية الطفل قبل سن 6 سنوات لا يطالب بالرؤية الكاملة بمعنى؟ بمعنى آخر لما بيجينا الطفل عمره أربع سنوات وعم بيشوف في كل عين ثمانية من عشرة مع النظارة ولكن العينتين عم بيشوفوا نفس الكمية فهي الحالة لا يوجد فيها كسل وظيفي هذا تطور طبيعي في سن بعد الخامسة حوالي السن السادسة يجب أن يرى الطفل رؤية طبيعية لما ما بيقدر يشوف رؤية طبيعية بإحدى العينتين رغم النظارة المناسبة منبلش من السأل أنه هل يترى يوجد كسل وظيفي أو لا إذا كانت الرؤية سابقا متساوية أما إذا إيجانا طفل حولينه المدرسة مثلا عمره أربع سنوات إحدى العينتين عم بتشوف منيح والتاني عم بتشوف بشكل سيء ووضعنا النظارات وما زال الترى بشكل سيء فهي حالة كسل وظيفي نعم الآن احنا اتفقنا أن الإبصار ينمو عند الإنسان نعم وهذا وضع طبيعي منذ صغر لأن متى يتوقف الإبصار عن النمو؟ عمليا الإبصار الذي ينمو هو قابلية الدماغ للإبصار الإبصار عملية تعلمية مثل الكلام بمعنى آخر الدماغ يتعلم كيف يستخدم العين العين كما قلت منذ قليل هي مجرد كاميرا فلما الدماغ يستقبل صورة واضحة من إحدى العينين وصورة سيئة من العين الثانية بنهاية المطاف يريد أن يهمل هذه الصورة فيجب أن نعلم الدماغ كيف يستعمل العينين معا معنات هذا الكلام دكتور أنه إذا كانت العين مصابة بمرض معين يمكن مشكلة للأمراض مع استمرار تعلم العين والتركيز على الأشياء يمكن الإنسان أن يسترجع بعض من نظره؟ يعني ليس على العموم ولكن بالخصوص ذكرت حضرتك أستاذ محمد أنه إذا كانت العين مصابة بمرض ما هو المرض؟ هل هو مرض في الشبكية؟ يجب علاجه قبلاً هل هو مرض نضارة؟ يجب وضع النضارة المناسبة هل هناك مشكلة مياه بيضاء؟ يجب إجراء العمل الجراحي اللازم ووضع العدسة اللازمة داخل العين وبعد نقرر إذا كسر وكيفية علاجه ولكن ملاحظة همة جداً كلما ابتدأ الكسل بعمر أبكر كلما يكون الكسل عميق أكثر كلما يكون بعلاجه حرج جداً يعني إذا أصاب طفل عمره سنتين علاجه يكون حرج بالنسبة للسبع سنوات؟ يكون الكسل أعمق أعمق بينما إذا أصاب طفل عمره ست سنوات أو سبع سنوات ابتدأ الإصابة فيه فيكون كمية الإصابة أقل؟ طبعاً بعد 13 لا توجد إصابة كسل وظيفي أبداً الآن مقارنة بين طفل عمره سنتين وست سنوات الأعمق عند الطفل الأصغر فرص العلاج عند من أكثر؟ فرص العلاج عند الأطفال الأصغر عادة أكثر لأنه الدماغ أكثر مرونة وأكثر قابلية للتعلم فبما أنه أعمق لا يعني نهاية الطريق لا يعني أبداً نهاية الطريق فنحن نفاجأ أن هذا الطفل بالنظارة يرى عشرة من عشرة في إحدى العينين ويرى واحد من عشرة في العين الأخرى نضع النظارة المناسبة نغطي العين السليمة لفترات معينة في منهجية خاصة لا اكتشف بعد شهر مثلاً أنه تحسنت الرؤية من واحد إلى خمسة على عشرة بعد شهرين وصلت إلى سبعة أو ثمانية من عشرة بعد أربع خمس شهور صارت الرؤية متساوية في العينتين فكونه عميق لا يعني أنه غير قابل للعلاج بس لازم نكون حريصية جداً على العلاج بأقرب وقت المقاصي التي تفضلت فيه هو سبعة من عشرة أو ثمانية من عشرة لأن على ماذا يقاس هذا الموضوع؟ فيه طريقتين للقياس أو بالأحرى طريقة القياس الحقيقية هو تعريف الحدة البصرية الحدة البصرية عند الإنسان هو قابلية الإنسان لتمييز نقطتين على أنهما نقطتين نعم يعني هالنقطتين الموجودين على الحيط ورانا ألا أنا وأنت عم نشوفه النقطتين لما نبعد أكتر وأكتر وأكتر لنوصل لمرحلة بدي يصيروا نقطة واحدة أمامنا هالمسافة هي كم هو على كم متر نقدر نشوفها كنقطتين هو كمية الحدة البصرية فالعشرة على عشرة هي معنات على بعد عشرة أمتار بإمكاننا نشوفهن على نقطتين ستة على ستة نفس الشي عشرين على عشرين على بعد عشرين قدم لازم نشوفهن على شكل نقطتين فهو مجرد اصطلاح اصطلاح فيزيائي ممتاز الآن المصاب بكسل الكسل البصري بالعادة النظر يكون حسب عمق الكسل فإذا كان كسل خفيف فبجوز إحدى العينتين عشرة من عشرة مع النظارة كل القياس مع النظارة والثانية مثلا ستة من عشرة مع النظارة ممتاز هذا كمية كسل خفيف نسبيا الآن في عدنا بعض الصور التي توضح يمكن هذه يمكن أحدى النظارات التي يمكن تلبس هل لها شكل معين النظارات هذه لا لا النظارات ليس لها شكل معين والصورة هي مجرد نظارة شمسية لا ندري إذا كان فيها قوة معينة ولا لا وهذه نظارة يمكن لاختبار الرؤية مع البعد الثالث كمان ليس لها علاقة مبدئيا هل من الضروري اختبار البعد الثالث في مثل هذه المواضيع البعد الثالث عادة يكون مفقود في حالات الكسل الوظيفي لأن البعد الثالث يستلزم جهد خاص من الدماغ لتفسير رؤية مختلفة من كل عين ودمجهم بصورة واحدة فلما الدماغ غير قادر على استقبال صورة جيدة من إحدى العينتين شي طبيعي أن البعد الثالث مفقود الإحساس بالعمق مفقود لأن هذه فيه أيضا بعض البطاقات التي تعطى وفيها بعض الصور التي فيها ثلاثة أبعاد ومحاولة تجميعها في بعد واحد لو فحصنا كل الأطفال الذين لديهم كسل وظيفين نكتشف أن معظمهم تمييز البعد الثالث عندهم أقل من الطبيعي لازم يكون رؤية طبيعية بين العينتين لحتى تقدر تخلق بعد الثالث يكون فيه اندماج بالضبط أنت ما بيمكن أنك تدمج صورة سيئة مع صورة واضحة لازم يكونوا اثنينة واضحين هل دكتور الكسل هذا يصيب العينتين مع بعض ولا عين واحدة فقط لا يوجد كسل في العينتين الكسل يشترط أنه عين قوية وعين ضعيفة والدماغ أهمل العين الضعيفة الدماغ لن يهم العينتين لو كانوا العينتين ضعيفات جدا ولكن بنفس الدرجة فالدماغ لن يكون عنده أي تفضيل تجاه اليمين أو اليسار رح يظل يستعمل العينتين بنفس الكفاءة الآن في حال استخدام عين واحدة بكفاءة عالية شو هي النسبة من المئة اللي يمكن استخدامها سبعين خمس سبعين بالمئة للعين الصحيحة لا العين الصحيحة ممكن تستخدمها مئة بالمئة مئة بالمئة استعمال العين لا يؤذي العين لا يؤذي الأخرى ولكن الاستعمال العينتين مع بعض يخلق الساحة البصرية على اليمين واليسار ويخلق البعد الثالث نحن البعد الثالث شيء مهم جدا بالنسبة لنا في الحياة اليومية الآن دكتور الطفل المصاب بكسل البصري ما هي الأشياء التي يشاهدها وما هي الأشياء التي لا يشاهدها لا يستطيع مشاهدتها أولا الطفل المصاب بكسل وظيفي عادة لا يشعر أنه مصاب بهذا المرض وهذا موضوع لأنه هذا فاتح العينتين وعم بيروح على المدرسة وبيستعمل الكمبيوتر ويشوف التلفزيون وبيستعمل الموبايل الهواتف المحمولة ما بينتبه أنه عنده عين أقوى من عين والطفل بطبيعة الأحوال ما رح يخطر له أنه يغلق عين وحدة ويشوف أنه يترعم العينتين بنفس القوة ولا لا عادة هاي مهمة المدرسة والأهل يكتشفوا هاتشي لحسنا الحظ أنه معظم المدارس بيجيبوا ناس بيفحصوا الطلاب ولما بيلاقوا أي خلل بالرؤية عند أي طفل بيقول له لو أنت بحاجة إلى مراجعة الطبيب عيون الآن إذا الطفل لسبب معين أغلق عين الصحيحة أو يعني والعين المصابة لم يبصر بها شو الشيء اللي يشوفه في العين المصابة بدي يشوف أنه عم بيلاقي رؤية مشوهة خيالات ما عم بيقدر يقرأ في الكتاب ما في وضوح في الرؤية كذلك؟ ما في وضوح في الرؤية يعني العين اليمين قادرة على رؤية الكتابة على الكمبيوتر مثلا أو على اللوح أمامه العين اليسار ما عم تقدر تشوف حتى الخط الكبير فهذا الطفل بيكون محظوظ لأنه هو بيكتشف الحالة بيروح بيقول لأهله أنه أنا في إحدى العينتين ما عم تشوف فيه منيح نعم الآن في بعض الحالات عند الأطفال في المدارس الطفل اللي يعني يعني نسمع في بعض الأحيان أنه والله المدرس أو المدرسة طلبت مني أقعد في الصف الأمامي نعم لأن يمكن في جهل من ولي الأمر بهذا الموضوع يقول والله يمكن عشان أنت ما كنت منتبه في الحصة وبالتالي قال لك تقعد قدام لكي تنتبه أكثر لأن هل يمكن أن الطالب ما يشوف والأهل مش منتبهين على هذا الموضوع ممكن يكون هذا أحد العلامات الأولى أنه هذا الطالب لا يرى من بعيد نعم معظم حالات قصر البصر المايوبيا أعراضها أن الطفل لا يرى من البعيد نعم فلما بيحطوه في مقعد متقدم في الصف بيقدر يشوف اللوح وبطبيعة الأحوال عم بيقدر يقرأ من الكتاب أو من الكمبيوتر تختفي المشاكل موقعا الآن كسل العين دكتور هل بالضرورة العين تتحرك من مكانها أو كسل عبارة عن خمول والعين لا ترى ولكن وضعها صحيح لا لا العين شكل طبيعي تماما الحركات فيها طبيعية تماما كل شيء إذا فحصنا العين من الخارج إلى الداخل نرى أنه كله طبيعي بالمية مية ورغم ذلك هذه العين لا ترى بشكل جيد فهي تتحرك وشكلها طبيعي لو ما كانت عم تتحرك كانوا انتبهوا الأهل صحيح لو شكلها غير طبيعي كانوا انتبهوا الأهل المشكلة أنها عين كمنظر طبيعية تماما نعم نعم ممتاز الآن الحول وكسل العين هل فيه تشابه أو اختلاف المختلفين أو متشابهين الحول حالة مستقلة نهائيا نعم ولكن العين الحولاء عادة بيهمل الدماغ فتصاب بالكسل الوظيفي السبب؟ لأنه لما بيكون إحدى العينين موجهة إلى الأمام والعين الأخرى موجهة بشكل زاوية مغايرة الدماغ بده يجي صورتين مختلفات ما رح يقدر يدمجون إجباري ما رح يقدر يشكل صورة واحدة أو بعد ثالث إجباري رح يهمل صورة وعادة بيهمل الصورة من العين الحولاء لأن العين الحولاء بصير فيها مشاكل خاصة بمنطقة اللوت خاصة فراء والشباكية بيخليها ما تشوف بشكل كويس يعني الدماغ يقرأ الشيء الصحيح ويأخذ الشيء الصحيح بالضبط وما عدا ذلك يهمل ما عدا ذلك يهمل أما لو كان من الطرفين الشيء غير صحيح لا يكون عند دماغ مجال للانتقاء يجب أن يقبل بالأمر الواقع ويظل يستعمل العينتين لكن في حالة الحول عند الأطفال خاصة الحول نحو الداخل العين متجهة ناحية الأنف عادة هالعين تكون الرؤية فيها أقل من اللازم بكثير فهي حولاء وكسولة بنفس الوقت الآن نتكلم عن العوامل الوراثية دكتور الآن العامل الوراثي هل له تأثير في ظهور كسل العين أو الكسل البصري عند الأطفال ما في شك يوجد عامل وراثي في الموضوع ولكن لا يلعب دور كبير أولا نسبة الناس اللي عندهم كسل وظيفة بواحد إلى اثنين بالمئة من الناس من الأطفال ثانيا يمكن لو هذا الشخص عنده كسل وظيفة لما كان طفل معناته عنده إحدى العينتين أقوى من الأخرى قد يكون أحد أولاده كمان عنده أحد العينين إحدى العينتين أقوى من الأخرى في هالحالة لازم هالأب أو هالأم يتنبهوا أن هذا طفل قد يكون معرض مثل أحد الأبوين للكسل ينتبهوا على هالفحص بشرط أن أحد الأبوين قد اكتشف أنه والضبط لا يوما ما بده يكتشف لأنه مهما تأخر في العلاج رح يكتشف يوما ما أنه في عنده كسل وظيفة لما بيروح بده ياخد رخصة في قيادة السيارة بدي يكتشف وقت الفحص الطبي أنه إحدى العينتين لا ترى بشكل جيد هاي أولا أو أثناء الخدمة العسكرية لما بدي يروح على الرمي بالمندقية بيكتشف أنه العين مثلا اللي بدي يسدد فيها غير قادرة على الأبصار بشكل جيد نعم في يوما ما بده ينتبه الآن العلاج دكتور رحنا لقلنا أنه يمكن هناك علاجات ونتحدث عن موضوع العلاجات في نهاية الحلقة الآن إذا الإنسان تعالج هذا ليس بالضرور أنه يعالج المرض كوراثة ولكنه يعالجها كظاهر هل هذا صحيح؟ هو ما بيهمنا ما يورث قصدي فكرة المرض أن يورث هذا شيء كثير صعب ولكن هذا الشخص اللي عنده عين أضعف من الثانية ما هو المانع أن يكون أحد الأولاد عنده كمان عنده عين أضعف من الثانية ما في مانع أبدا بس لحسن الحظ هالنوع من الأهل بيكونوا منتبهين سلفا بيجيبوا الأولاد على العيادة العينية بيقول أنا كان عندي كسل وظيفة رجاء في حصتي أولادي تأكد أنه ما عندهم نعم فقد يكون هناك نوع من الوراثة وأكيد موجودة ولكن بشكل خفيل الآن الكسل يمكن دكتور تعرفنا عليه أكثر بأنه درجات نعم هل هناك درجات متفاوتة من الكسل وعند أي درجة نعتبر بأنه يمكن لا يوجد حل أو علاد أولا يجب أن نميز أن الكسل أنواع وليس فقط درجات نعم هناك الكسل الذي ينجم عن نظارة غير مستعملة يعني أحد العينين بحاجة لنظارة ولكن العين كله كجهاز ممتاز نعم ولكن بحاجة إلى نظارة فهذه أخف أنواع الكسل وظيفة بينما لو كان هذا الطفل مصاب بمشكلة بالشبكية باللطحة الصفراء منذ الولادة فهنا الكسل الوظيفي يصبح عميق جدا 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 لأن العين لم يتاح لها الفرصة لإبصار أي شيء جيد على الإطلاق الطفل الذي يولد بمياه بيضاء ولادية شديدة كمان بيكون الكسل الوظيفي فيه عميق جدا بمعنى آخر وإن كد أنا عم بناقض نفسي بالنسبة للتعريف السابق اللي وضعته ولكن حتى بعد الإجراء العمل الجراحي بده علاج قوي جدا ومكثب جدا للكسل أما الكسل الذي ينجم بمراحل الطفولة الشوي متأخرة فبيكون خفيف وعلاجه أسهل هل يمكن أن يستمر؟ يعني أنا كتشفنا وجود كسل بصري عند أحد الأطفال واستمر علاجه فترة طويلة بعد فترة معينة من العمر هل يعني يصبح إلى درجة أنه لا يوجد له علاج أبدا؟ أولا وهل هناك حالات أيضا وأمثل خلينا نحط احتمالين أولا نحط الاحتمال المثالي هذا طفل عمره مثلا أربع سنوات أو خمس سنوات تم تشخيص الكسل الوظيفي في أحدى العينين وتم وضع النظارة المناسبة وطلبنا من الأهل إغلاق العين السليمة نحن لما منغلق العين السليمة برباط على العين أو بأي شيء يعيق الرؤية أمام العين السليمة الدماغ ما بقى رح يلاقي قدامه غير العين الأخرى الكسولة بده ينجبر الدماغ أنه يستعملها ولكن ماذا سيحصل مع الطفل؟ الطفل سيرفض هذا الشيء لأنه ما عم بيقدر يشوف بهالعين فلازم كون نحن منتبهين أنه الطفل ما عم بيرفع النظارة ما عم بيشوف من فوق النظارة ما عم بيحاول يرفع الغطاء المحطوط أمام العين السليمة إذا قدرنا نسيطر على هذا الطفل ونقنعه بالعلاج رح يكتشف الطفل نفسه بعد عدة أسابيع أنه تأقلم على فكرة التغطية بالعكس صارت شغلة حلوة وصار يتمتع أنه سمحنا له بأمور ما كانت مسموحة سابقا لأنه بدنا هالعين الكسولة تشتغل هالجزء من تدريب العين بالضبط فالكمبيوتر اللي كان ممنوع صار مسموح الموبايل اللي كان ممنوع صار مسموح الطفل أحيانا بشرط تستعمل عين واحدة فقط بشرط تستعمل العين المصابة والعين الثانية مغلقة مغلقة تماما العين المغلقة فترة طويلة هل يمكن أن تتأثر أيضا ولا هي مغلقة وسليلة نغلق العين 24 ساعة نغلق العين عدة ساعات يوميا وأنا دوما من الناس اللي يطلب من الأهل أن يكون الإغلاق فقط في المنزل بينما يروح الطفل على المدرسة بنظارة عادية فإذا معظم أيام ساعات اليوم الطفل يذهب بنظارة ولكن داخل المنزل يغلق العين لعدة ساعات فلا يوجد مجال للعين السليمة أن يصير فيها أي شكل دكتور من خلال خبرتك في مثل هذا المجال الآن الاحتمالات الواردة في موضوع كسل العين بالنسبة للأطفال هل هي وراثية ولا إصابات تحدث بعد سن معينة؟ خلينا نقول لسهولة التوصيف أنه هي إصابات أكثرها متفرقة لا تخضع إلى نمط وراثي معين هذا أسهل لنا أن نعتبرها بهذا الشكل ولكن يجب الانتباه إلى العلاج ولازم ننتبه على نقطة هامة جدا الطفل أحيانا يتجاوب والأهل يتجاوبوا وبعد شهرين ثلاثة تتحول الرؤية في العينتين إلى عشرة من عشرة أو ستة على ستة الأهل يصيروا سعيدين جدا ويتوقف الإغلاق تنحدر الرؤية مرة تانية والدماغ يرجع يستعمل العين الأولى فيجب التنبيه على الأهل أن الإغلاق ليس لأسبوع أو أسبوعين أو شهر الإغلاق يجب أن يستمر على الأقل بعد سن 12 سنة بعد؟ بعد سن 12 سنة يعني إذا كان أمرها ثلاث سنوات أو أربع سنوات لحدث سنة عنده ثمان سنوات إغلاق عنده ثماني إغلاق بالضبط وإلا الدماغ يرجع يسترجع الرؤية من العين الأخرى ويهمل العين الكسولة يمكن هذا سبب الانتكاس عند بعض الحالات هذا يفسر الانتكاس فطبعا نحن أول فترة عم نسكر العين السليمة ثلاث ساعات يوميا ولكن بعد سنة أو سنتين نطلب من الأهل أن العين الطفل يستعمل يضع الإغلاق تبع العين السليمة ساعة يوميا تكفي هذه الساعة للحفاظ على الرؤية الطبيعية بعد سن 12 ابتداء من سن 13 سنة خلص النتيجة التي وصلنا له ممتازة يرفع الغطاء بشكل نهائي نعم نتحدث دكتور أيضا عن يعني الأسباب في ظهور مرض الكسل البصري طبعا تعددت الأسباب تحدثنا عن العوام المراثية وعوام الأخرى وطبعا من خلال خبرتكم دكتور يمكن نتعرف على هذه الأسباب بالتفصيل ولكن مشاهدين بعد هذا التقرير الذي أعادته لنا الزميلة شهد مهند حول أحدث تقنيات العلاج حولها مرض الكسل البصري نتابع ثم نعود خلال السنوات الأولى من ولادتك قد تصاب بالكسل البصري وهو إحدى عيوب النظر في تقليلنا التالي بنتعرف أكثر وبالتفصيل على أحدث الطرق العلاجية التي توصل لها الطب الحديث في علاج الكسل البصري يتم تشخيص الكسل البصري أو العين الكسولة من خلال الكشف المبكر على العين أو كلتا العينين والذي يبدأ مباشرة بعد الولادة من خلال إجراء فحص لكلتا العينين عن طريق الجهاز يسمى الـ Direct of Thalmoscope والذي من خلاله نستطيع الكشف على وجود عتامات على قرنية العين أو على العدسة على عمر الثلاث شهور كذلك ننصح بكشف آخر على عين الطفل ويتم أيضا عمل كشف في خلال أول سنتين من العمر لاكتشاف وجود أي عيوب بصرية وذلك من خلال استخدام القطرات الموسعة لبعب العين وعمل فحص للقدرة البصرية للعين كذلك ينصح بعمل كشف طبي قبل دخول المدرسة هناك يتم اكتشاف أي عيوب بصرية موجودة لأن الفترة التي نستطيع خلالها معالجة الكسر البصري هي في السنوات الثمان الأولى من عمر الطفل بالنسبة لطريقة علاج الكسر البصري الطرق المتبعة في علاج الكسر البصري كان يستخدم سابقا عملية إغلاق العين لفترات متقطعة أو إغلاق شبه تام لفترة محددة مثلا لمدة أسبوع حسب عمر الطفل إغلاق العين السليمة وذلك لتمكين العين المصابة بالكسر البصري من تطوير القدرة البصرية هناك طريقة أخرى تتم من خلال استخدام القطرات الموسعة لحدقة العين وكلتا الحالتين لها بعض السلبيات في أثناء استخدامها كطريقة لعلاج الكسر البصري حديثا تم اختراع نظارة خاصة تسمى النظارات الذكية والتي تستخدم تقنية الليكويد كريستل ديسبلي يتم من خلالها تشويش الرؤية بشكل مؤقت على العين السليمة من خلال تحديد فترات متباعدة على سبيل المثال إغلاق العدسة لمدة 20 دقيقة أو لمدة 10 دقائق من خلالها يتمكن الطفل من استخدام العين المصابة بالكسر البصري وقد وجدت هذه الطريقة قبولا لدى كل من الأهل والمريض وكذلك الطبيب إلى جانب وجود الطرق العلاجية الحديثة للكسر البصري إلا أن هناك تمرين مخصصة للعين تساعد في معالجة الكسر البصري حياكم الله من جديد مشاهدين وتحية لكل من ينضم لمتابعتنا ما زلنا مستمرين معكم مشاهدين مع دكتور ياسر الهبراوي استشاري وخصائي عيون وفي حلقتنا هذا اليوم تحدث عن أهم الأسباب والأعراض التي أيضا توجد في مرض كسل العيون دكتور ما زلنا مستمرين في موضوع الأسباب الآن تحدثنا عن الأسباب الوراثية وأنت أيضا تفضلت وقلت بأن هناك أسباب أخرى غير الأسباب الوراثية الآن أكثر سبب شائع في وقتنا الحالي لظهور مثل هذا المرض وهل يعتبر هذا من الأمراض الشائعة عندنا أكثر سبب نشوفه في العيادات العينية هو حالات مد البصر عند الأطفال لما تكون إحدى العينين فيها مد بصر أكثر من الثانية بكثير نعم فمعظم هذه الحالات نحن لما نشوف أنه بيجينا طفل عنده خلينا نحطه بالأرقام زائد اثنين في إحدى العينتين وزائد خمسة في العين الثانية رأس الناس تنتج أن العين اللي فيها زائد خمسة مصابة بالكسل الوظيفي ويجب التحري بشكل أعمق طبعا أهم حالة منشوفها هي عدم تساوي الإنكسار خلينا نقول بين العينتين بوجود نظارات تحمل إشارة موجبة زائد مد بصر نعم الدكتور شيوع هذا المرض عند الأطفال هل يعتبر من الأمراض الشائعة في وقتنا الحالي؟ أولا جزء كبير من الأطفال في عمر الأربعة إلى ست سنوات عندهم نوع من مد البصر الخفيف في العينتين فلما بيجينا طفل عنده زائد نص أو زائد ثلاثة أربعة أو زائد واحد في كل عين والعينتين متساويات في القوة ما بيهمنا أبدا ولكن من خاف من الفرق بالانكسار واحدة زائد واحدة واحدة زائد أربعة هذا كثير بيخوف يجب الانتباع على هذه الأمور المضاعفات دكتور إذا كان هناك مضاعفات مثل هذا المرض ولم يستجيب لعلاجه معيا الخطورة الخطورة الحقيقية أن هذا إنسان يعيش بعين سليمة وبعين أخرى ضعيفة جدا لا يمكن إنعاشها من جديد والسليمة لا تتضرر في المستقبل؟ لا العين السليمة لا تتضرر أبدا من استعماله فبمعنى آخر خلينا ناخد المثال متطرف جدا شخص عنده عين وحدة فقط نعم فهذا الشخص بيقرأ ويكتب ويشوف التلفزيون وبسوء سيارته منا خايفين عليه أبدا ولكن هذا الشخص عنده مشكلة أخرى إنه البعد الثالث ما بيشوفه بعمق وعنده مشكلة الساحة البصرية ما بيشوف الطرف من جهة العين المفقود نفس الشيء تقريبا الشخص المصاب بعين كسولة الآن أيضا التقرير الدكتور تحدثي من موضوع العلاجات عن نظارات جديدة سموها الكريستاليكو بالضبط النظارات الذكية هي نوع من أنواع النظارات التي تخلق تشويش إلكتروني داخل النظارة أمام العين السليمة بمعنى آخر بمعنى آخر هذه نظارة يبدو علي أنه نظارة طبيعية ولا يوجد غطاء محطوط موضوع أمامه نعم فقد يتقبل الطفل بشكل أكثر قد وهل من الممكن أن تكون نظارة على سبيل المثال الزجاج يقي من أشعة الشمس وغيرها؟ مثل النظارة التي شفناها في الصورة قبل المهم أن تكون هذه النظارة قادرة على جعل الرؤية أمام العين السليمة سيئة بشكل الدماغ يجبر العين الثانية نعم فمدى تأقلم الطفل معه قد يكون أكثر من النظارات العادية ولكن نحن ما بيمكننا نراقب هذا الطفل أنه عم يتجاوب مع النظارة ولا لا بنفس الطريقة المرائب الطفل المحطوط غطاء أمام عينه السليمة نعم هذه الميزة الشبه سيئة أما الميزة الحسنة أنه بإمكاننا نبعث الطفل على المدرسة بالنظارة الزكية نعم ويستمر الإغلاق المتناوب وهو على مقعد الدراسة بشكل ينسى حاله نعم بشكل طبيعي بشكل طبيعي فقد تكون النظارات الزكية هي حل أكثر علمية وأكثر إيجابية وأكثر مصداقية في المستقبل القريب يمكن أيضاً علاج لبعض مصرحة تعبير عدم رغبة بعض الأطفال في تغطية العين السليمة بالضبط بالضبط فبس المهم أن يبقى الطفل تحت المراقبية لما نرى أن هذا الطفل يتجاوب مع العلاج سواء بنظارة ذكية أو بإغلاق عادي فهذا هو عين المطلوب ولكن النظارة الذكية تسمح لنا أن نبعته على المدرسة وبالعكس قد يصبح هذا الطفل عنده شيء يتبارى فيه مع الأطفال الآخرين يقول لهم أنا عندي نظارات ما عندكم منها أنتو أنا نظاراتي بإمكانها تخلي عين أوضح من عين فقد يشعر الطفل بنوع من التفوق أو التمييز أمام زملائه في بعض الحالات ممتاز جداً بالآكس هذا شيء محفظ جداً يمكن مثل هذه الأشياء الجديدة نعم قد يكون نوع من التحفيز أكيد أكيد الآن دكتور إذا ما تحدثت عن موضوع العلاج طبعاً العلاج يحتاج إلى خطوات يحتاج إلى وقت وخاصة نحن نتعامل مع أطفال يمكن لا يرغبون في موضوع العلاج ويعني يكون في نفور من هذا الموضوع أحياناً لما بيكون الفرق بين العين السليمة والعين الكسولة فرق ضئيل بإمكاننا نعمل شيء اسمه معاقبة العين السليمة بمعنى آخر بإمكاننا نستعمل قطرة على العين السليمة بتخلي الرؤية فيها مزغلة سيئة بهالحالة الطفل ما غطي ناله عينه ملبسينه فقط النظارة ودماغ لما بيلاقي العين السليمة صارت سيئة بده يجبر نفسه أنه يستعمل العين الأخرى ولكن هذه الطريقة لا تجوز إلا في حالات الكسل الخفيف بمعنى آخر لازم الرؤية في العين السليمة بعد القطرة تنزل أقل من الرؤية في العين المصابة نعم وإلا ما استفدنا فهي حالات انتقائية بيختار الطبيب المعالج وبيقرر أنه هلأ الطفل وصل لمرحلة معينة وعم بتدايق مازال من الإغلاق ممكن موقعا نستعمل هالطريقة هاي وليس عند كل الأطفال الآن هل هناك مبادئ أيضا للعلاج والطرق الآن هذه طريقة من الطرق التي نستخدمها مع الأطفال العلاج أكيد يبدأ من مراحل سنية بعلاجات خفيفة وينتهي أيضا في النهاية يمكن بعلاجات خفيفة ويمكن بعلاجات وتقنيات حديثة في موضوع العلاج هلأ المهم لازم ناخد بعين الاعتبار أن الكسل الوظيفة حالة علاجيا مرتبطة بالعمر بعد سن معين اللي هو عادة سن الثماني سنوات لا يوجد شيء اسمه علاج للكسل الوظيفة ولكن الدراسات الحديثة ابتدأت تقول غير ذلك في بعض المراكز المتطورة في العالم صاروا يقولوا أنه بإمكاننا نداوي الكسل الوظيفة حتى بعمر 13 سنة في ناس عم يقولوا أنه بإمكاننا نداوي الكسل لغاية عمر 17 سنة ولكن هذا يستتبع وجود مريض متفاني ومتعاون جدا جدا وطاقم طبي متفاني ومتعاون جدا فلازم يكون في مراكز ضخمة متخصصة فقط في هالأمور هلأ من الناس الحريصين جدا على هذه التقنيات هنين الإنجليز حريصين أكثر من الأمريكان مثلا على موضوع الكسل وعلاجه يمكن عندهم انتشار في مثل هذا الموضوع لا بس ما زالوا بيحبوا الطرق الإغلاق والتنبيه البصري وإلى آخره بيحبوا كثير نعم ممتاز جدا إذن مشاهدي الكرام نواصل بقية أسئلتنا مع الدكتورنا في حلقتنا لهذا اليوم ولكن بعد فقرة الغذاء الصحي الذي عادت لنا الدكتورة نزلاء درويش عبيد أخصائي التغذية السريرية ومن ثم لنا عودة ابقوا معنا السلام عليكم مشاهدينا من يديد في فقرة يديدة من فقرات التغذية موضوعنا اليوم بيكون عن اللي هو دور التغذية السليمة والعناصر الغذائي لصحة العين والكسل البصري طبعا مثل ما نحن نعرف مجرد ما يقولون في مشكلة بالعين كل يتوجه حول الجزار هو مهم جدا نحن نركز على مثلا الأغذية اللي تحتوي على نسب عالي من فيتامينات من بيتكاروتين البطاط كذلك مفيد لصحة العين عندنا ممكن نركز على الخضروات الوراقية بشكل عام مثل الخيس الجرجير البروكلي كونه يعني غني فيتامين E وجيم وفيها فيتامينات B وفيها بيتكاروتين مهم جدا كذلك التركيز على الأسماك لأنها تحتوي على أوميغا 3 ومفيدة لصحة العين طبعا المكسرات كذلك اللوز الجوز كونها تحتوي كذلك على أوميغا 3 الماء بكميات كافية للمرضى للي عندهم مشاكل بالعين طبعا تجنب للجفاف عندنا الفراولة والتوت لأنهم فيها نسبة عالية من فيتامين G من مفيد لصحة العين طبعا التوت بكل أشكال وبكل أنواعها ممكن الواحد يأخذها عندنا كذلك ممكن نركز على السبانخ ممكن كإضافات على السلطة يعني متى ما سوا والسلطة ممكن نضيف عليها سبانخ بروكلي بشكل عام الخضروات الورقية جدا مهمة طبعا تنوع الغذائي كذلك مهم لكن التركيز على هذه العناصر والفيتامينات كونها مفيدة لصحة العين أمر جدا مهم كتغذية سليمة لصحة العين نشوفكم إن شاء الله في حلقات يديدة من برنامج عيادة علهوة في فقرات يديدة من فقرات التغذية ودمتم إن شاء الله بصحة وعافية إذن حياكم الله من جديد مشاهدينا وكل الشكر والتقدير للدكتورة نجلاء على هذا التقرير بما يخص العلاجات باستخدام الأغذية مستمرين أيضا في حلقتنا هذا اليوم نتحدث أيضا عن الكسل البصري ودكتور حاب أسألك عن موضوع التقرير رأيك في التقرير وأيضا التغذية السليمة في موضوع البصار ولا شك أنه التقرير كان هائل والتغذية السليمة ضرورية جدا ولكن لازم نفرق بين التغذية السليمة وبين كيف نعالج الكسل الوظيفي بمعنى آخر لا يجب إهمال العلاج الحقيقي عن طريق إعطاء الجزر والفيتامينات والبروكلي والفراولة وإلى آخره يمكن هذا تكون وقاية يمكن متساعد أكثر هذا مجرد مساعد على صحة العين وليس علاج لمشكلة موجودة بمعنى آخر كونه الأرانب لا تستعمل نظارات لا يعني أبدا أن الغذاء بهذه الطريقة سيقي من المشاكل أو يعالج الغذاء ضروري جدا للعين ولتوازن الجسم ككل ولكن يبقى العلاج بالنظارة المناسبة وإغلاق العين السليمة وعلاج الأسباب هو حجر الأساس في التعامل مع الكسل الوظيفي بمعنى آخر ما في داعي أنه أنا أجبر هذا الطفل على شرب كميات هائلة من الجزر وأخذ كميات هائلة من الفواكه نعم لا ما في داعي أبدا هذا الطفل يأخذ غذاء متوازن بدليل أن هذا الطفل يذهب إلى المدرسة ويلعب ويمارس الرياضة ويقضي فترات عدة ساعات يوميا بنشاط زائد هذا الطفل لا غير مصاب بنقص في التغذية نعم أما الأطفال اللي بحاجة بالفعل إلى هذه المكونات الرائعة فهنا الأطفال مصابين بنقص غذاء هذا الطفل اللي ما بيلاقي لأم ياكلة هذا الطفل الفقير اللي حسن الحظ غير موجود في الإمارات نعم بعون لله تعالى هذا الطفل الذي يأكل مرة كل عدة أيام هذا بحاجة إلى فيتامينات قوية بهالشكل نعم هذا هو اللي بيستفيد من الجزر بيستفيد من الفواكه نعم أما أطفالي وأطفالك الحمد لله من بحاجة لهالشيء عم يأخذوا بالأصل غذاء جيد نعم ممتاز جدا أيضا دكتور كاميرا عياد على الهواء رصدت بعض الأسئلة من الجمهور الكريم متابعينا متابع معا هذه الأسئلة ومن ثم يجيب عليها دكتورنا في حلقتنا لهذا اليوم ممتاز بس حبيت أسألك دكتور ياسر إذا ممكن بالنسبة لألعاب الأطفال التابلت اللعاب الكمبيوتر بتأثر على عيون الأطفال وخصة اللي عنده قصر نظر يعني بالأساس هو عنده مشكلة بالنظر وسؤال الثاني إذا ممكن بالنسبة لعمليات الليزك أم تنصح فيها بالنسبة لأطفال بالنسبة لتصحيح النظر السن المناسب اللي الطفل يبتدي يقعد فيه قدام التلفزيون والمسافة المناسبة اللي ممكن يقعد عليها والوقت المناسب اللي الطفل يقضيه قدام التلفزيون من غير ما يحصل له ضرر على عنيه بالذات لما بيبقى الطفل أنت عارفية الأطفال بتشبط وبتحاول تقرب غصب فأنا عايزين نعرف المسافة الآمنة والوقت الآمن اللي الطفل يقدر يقعد فيه قدام تلفزيون أو جهاز تابلت أو حاجة أي أجهزة إلكترونية أخرى أحاب أسأل الدكتور عن موضوع لحاول المتناوب أسبابه عند الأطفال والقامة ممكن يستمر وشو علاجه دكتور هل اختلاف القوة بين العينتين لها تأثير على الطفل وكيف نتجنبه؟ أنا عندي بنت عمرها أربع سنين عندها حول في عين اليسرى بتحتاج تحط لزقة لمدة ثلاث ساعات في اليوم على أساس تنشط العين بنحط على العين السليمة يعني اللزقة كتير شوية بتأذيها وما بتتقبلها دايما فهل في علاج تاني وهل صحيح أنه في عملية لما يصير عمر البنت 18 سنة وهل برجع تاني الحوال مرة تانية ولا لا إن شاء الله تفيدوني دعا بالسؤال الأخير السؤال الأم اللي سأتعاني الطفلة اللي عندها الحوال وأيضا موضوع النظارات وهل يمكن علاجه في سنة 18 لازم نميز أنه في أحيانا بعض الأطباء بيستعملوا اللزقة مباشرة على العين والأجفان هاي مزعجة جدا للطفل فهي كانت تعطي نتيجة أفضل فيجب تجنب الإغلاق العين بالذات ووضع غطاء على النظارة يوجد بالصيدليات الكبيرة في كل البلاد نوع من القماش الممكن يدخل بإيد النظارات بذراع النظارة ويغطي وحدة من العينتين هذا نوع ممكن يتقبله الطفل وما بيزعجه الطفل مثل الإغلاق العين بالذات هاي أولا ثانيا حين بالنسبة هلأ ما زلنا عم نحكي على الطفلة على الطفلة لما بصير العلاج للكسل الوظيفي بشكل جيد وصارت العينتين عم بيشوفوا بقدر بعض بهالحالة معظم الحالات يتحول الحوال من حوال في عين وحدة إلى حوال متناوب في العينتين وبهالحالة بنكون نحن كأطباء سعيدين جدا لأنه الدماغ صار يستعمل العينتين بنفس الكفاءة وهي هي المرحلة المناسبة لإجراء العمل الجراحي متى ما أجري العمل الجراحي قد يحصل نوع من النقص في السنوات التي تلي معظم التطور الطبيعي للحوال إلى الداخل أن هذا الحوال بالتدريج سيتحول إلى الخارج بشكل تدريجي بمعنى آخر إذا عندنا طفل عمره خمس سنوات وعنده حوال نحو الداخل وصلحنا الحوال بالمية مية صاروا العينتين متوازيات بعد عدة سنوات هالعين ستتحول إلى الخارج يتحول إلى حوال خارجي فلازم نكون دقيقين جدا والحسابات أثناء العمل الجراحي بشكل نترك الطفل مصاب بكمية قليلة من الحوال نحو الداخل هذه كل أمور لازم نشرحها للأهل قبل تقرير العمل الجراحي أحيانا الطفل لا يتجاوب على العلاج من أول عملية جراحية أربعين بالمية تقريبا من الأطفال عفوا ستين بالمية من الأطفال يتجاوبوا على الجراحة من أول مرة يبقى أربعين لأن ستين بالمية فيها عمرية معينة هل من فترة لا علاقة علاقة وضع العضلات وطريقة إجراء العملية فإذا جبنا مئة طفل معه حوال ستين بالمية تخلصنا من الحوال أربعين بالمية إما الحوال صار إلى الخارج أو بقي جزء من الحوال من عيد عملية أخرى يبقى ثلاثة أطفال ثلاثة أطفال من أصل المية مهما حاولنا يبقى جزء من الحوال لحسن الحظ أنه هي نسبة ضائلة بمعنى آخر لازم الأهل يسمعوا من الطبيب سلفا كلمة أنه قد أحتاج إلى تداخل جراحي مرة أخرى على هذا الطفل الأم ذكرت عمر 18 عاما لأنه هل بالضرورة لما يصل العمر لهذا السن؟ الأم سألت كمال على فكرة الليزك لهذه الطفلة الليزك لا نجريه أبدا عند الأطفال وما نجريه أبدا عند المراهقين لأنه النظر غير سابت أما بعد سن 18 بين 18 وال20 فما في مانع أبدا السؤال الأول كان دكتور عن ألعاب الأطفال والكمبيوتر وهل تؤثر على الأطفال لديهم مرض قصر النظر أم لا؟ ومتى يسمح بعمليات الليزك بالنسبة للأطفال؟ نبدأ السؤال من الأخير إلى الأول لا يوجد شيء اسمه ليزك للأطفال إلا في حالات نادرة جدا لما بيكون عندنا عين في خلل بالانكسار شديد وغير قادرين على وضعنا الضارة قد نتجاوز الموضوع ولكن يجب أن نعرف أنه لا يوجد ليزك للأطفال الليزك اعتبارا من بعد سن 18 سنة على الأقل نعم أما بالنسبة للشق الأول من السؤال هذا طفل يستعمل الألعاب والبلاي ستيشن والموبايل وإلى آخره هذا لن يؤذي العين بناحية أنه بده تتغير النظارة لا هذا سيؤدي إلى جفاف في العين جفاف شديد لأن العين ما رح تقدر بسبب التركيز الهائل ما رح تقدر ترمش كفاية هذا طفل معرض جدا إلى الانفصال عن الواقع عم يعيش بواقع افتراضي موجود في الكمبيوتر هذا طفل قابل للإصابة بالتوحد هذا طفل قد يحصل لديه مرض قلب في المستقبل لأنه بدل ما يكون عم يعمل رياضة والسباحة وينزل مباريات بالمصارعة بينه وبين زملائه عم يقعد بالبيت ويستعمل الكمبيوتر يصاب بأمراض مفاصل فقطعا لا يسمح أما إذا كان لا محالة تفاعلا فما فيه بانع أنه هالطفل يستعمل كل هذه الوسائط لمدة ساعة يوميا حد أقصى ممتاز الآن أيضا من ضمن الأسئلة سألت الأخت حول موضوع الحوال المتناوب الأسباب والعلاج الحوال المتناوب إذا بالأصل متناوب نعم ويجب أن نقرر أنه هل هذا حوال المتناوب نجم عن علاج يعني بمعنى آخر كان حوال في عين وحده وأصبح حوال متناوب وطفل عنده حوال داخلي ومصاب بمد بصر هذا المرحلة المناسبة لإجراء العمل الجراحي أما إذا حول متناوب ومتقطع فعادة نترك الأمور مثل ما هي إلا إذا صار منظر الطفل تجميليا سيء فممكن نلجأ للعلاج نعم ممتاز أيضا أحد الأخوة سأل حول السن أو العمر المسموح فيه لمشاهدة والألعاب الإلكترونية وهل هناك وقت معين والمسافة هو كان السؤال بشكل رئيسي للمسافة لأن الجزء الثاني من السؤال تمت الإجابة عليه بالنسبة للأسئلة السابقة يجب أن يكون التلفزيون بعيد مسافة كافية وهذه المسافة الكافية تختلف حسب حجم التلفزيون حاليا التلفزيونات كلها من فئة الخمسين بوصة فما فوق فعلى الأقل يكون الطفل قاعد على بعد ثلاث أمتار أو أربع أمتار صحيح والطفل اللي ما عم بيقدر يشوف على بعد هذا البعد المطلوب عم بيقرب كثير يا أما هي عادة سيئة يا أما هذا طفل لا يرى جيدا يجب فحصه نعم ممتاز نصيحة أخيرة دكتور حاب تقدمها نصيحة أن العين جهاز كثير غالي نعم وجهاز الله عطانا ياه وأنعم علينا فيه ما لازم نهدره بأمور مثل الألعاب ومثل الانفصال عن الواقع بالعكس يجب أن نسخر هذه التقنيات لخدمتنا ما نكون نحن عبيد لهذه التقنيات ممتاز كل الشكر والتقدير لك دكتور تحدثت في حلقتنا لهذا اليوم عن الكسل البصري وعن الأسباب والعلاجات أيضا وتحدثنا أيضا عن بعض الأمثلة وأيضا جاوبت على الكثير من الأسئلة سواء كان من الجمهور الكريم أو من ضمن الأسئلة في حلقتنا لهذا اليوم كل الشكر والتقدير لك على وقتك وعلى هذه الإسجارات القيمة شكرا لكم إذن مشاهدينا باسمكم جميعا نشكر الدكتور ياسر الهبراوي أخصائي أمراض وجراحة العيون على وجوده معنا في هذا اليوم وعلى إجابته على الأسئلة وبإذننا تعالي نراكم في حلقات أخرى قادمة دمتم بصحة وعافية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة